قصص كروية لماذا يعتبر ميلان الريغوساكي أحد أعظم الفرق في تاريخ كرة القدم ميلان هو أحد أعرق الأندية في كرة القدم الإيطالية والعالمية نظرا لتاريخه الكبير الذي صنعه لعقود ومنها حقبة الثمانينات والتسعينيات والتي اشتهرت كأحد أفضل فترات النادي اللومبردي فلماذا يعتبر ميلان بداية التسعينيات أحد أعظم الفرق التي شهدها عالم كرة القدم في العام ثمانية وثمانين تسعمائة وألف فاز ميلان بلقب دور الإيطالي لوسكو ديتو بعد تسع سنوات من الغياب ذلك الفريق وقبل موسمين فقط من ذلك العام كان قريبا من إعلان إفلاسه قبل أن يتم إنقاذه من قبل المالك السابق سيلفيو بيرلوسكوني بعدها قام ميلا بشراء الثنائي الهولندي فان باستن ورود خوليت في العام سبعة وثمانين قبل أن يضيف إليهم نجما هولنديا ثالثا هو الريكر في العام ثمانية وثمانين تسعمائة وألف قبل أن يتخذ نادي قرارات غريبة ووقتها بتعين مدرب دون خبرة وهو الإيطالي أريغو ساكي الذي لم يدرب يوما ما فريقا في المستوى العالي وقتها تمكن الساكي من صنع منظومة حققت الدور الإيطالي قبل أن تنجح في تحقيق دور أبطال أوروبا في عامين متتاليين عام تسعة وثمانين وعام تسعين وهو إنجاز استمر لأكثر من سبعة وعشرين عاما قبل أن يتمكن الريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان من تكراره مجددا مجلة وولد سوكر قامت باستطلاع رأي عن أعظم الفرق التي شهدها تاريخ كرة القدم فكان من بينها منتخب البرازيل عام سبعين وهنغاريا عام أربعة وخمسين وهولندا عام أربعة وسبعين وأخيرا ميلانا الريغو ساكي عام تسعين فما الذي جعل ذلك الفريق عالقا في أذهان من عصروه أحد أهم الأسباب التي تم ذكرها هو أن ميلان قد سيطر على كرة القدم الإيطالية عندما كانت في مجدها ففريق ساكي فاز بكل شيء في عهد وجد فيه لاعبون مثل كان جلهم يلعب في الدور الإيطالي ووقتها الذي كان الأقوى دون منازع ففريق ميلان بين عامي تسعة وثمانين وخمسة وتسعين وصل إلى نهائي دور أبطال أوروبا خمس مرات وفاز في ثلاث منها فاز ميلان ساكي بالدور الإيطالي أربع مرات بين عامي ثمانية وثمانين واربعة وتسعين وحقق رقما تاريخيا يصعب كسره بسلسلة لا هزيمة في الدور الإيطالي وصلت إلى ثمانية وخمسين مبارات بين عامي واحد وتسعين وثلاثة وتسعين فريق ميلان تحت قيادة ساكي كان يلعب بالنظام أربع أربع اثنين ويعتمد على خط دفاع متقدم ليمكنه من تنفيذ ما يعرف في كرة القدم الحديثة باسم الضغط العالي وهو نظام ثوري لم يعرف عالم كرة القدم وقتها فمنذ نهج الكرة الشاملة التي اتبعها رفاق يوان كرويف في السبعينات لم يشهد عالم كرة القدم أسلوب لعب كميلا ساكي المدرب الحليل الريال مدريد كارلو أنشيلوتي كان أحد أفراد تلك الفرقة ووصف أسلوب ساكي قائلا الريغو غير كرة القدم الإيطالية كليا الفلسفة طرق تدريب الكثافة والتكتيك كل ما كان يقوم به لم يكن معهودا لقد كنا ندافع عن طريق الهجوم والضغط أسلوب ساكي لم يكن لينجح من دون لاعبين يمتلكون القدرة على تنفيذ العديد من الأدوار فهو احتاج إلى لاعبين يتقنون الدفاع والهجوم في الوقت نفسه كان يضع الخطوط المتقاربة من بعضها البعض ويجعل بينها مسافة 25 مترا فقط في حال خرج أي لاعب من تمركزه يجب أن يحل محله لاعب آخر للحفاظ على الشكل على أرضية الملعب لذلك كان يركز على تعليم اللاعبين تنفيذ أدوار زملائهم كان يركز على جعل الفريق يتحرك وحدة واحدة فقد صرح بنفسه قائلا الطريق الوحيد لبناء الفريق هو أن تحصل على لاعبين يتحدثون نفس اللغة ويستطيعون اللاعب كفريق لا يمكن لأحد أن يحقق شيء بمفرده في كرة القدم وإن حدث ذلك فإنه لن يستمر طويلا ساكي كان يؤمن بالنظام أكثر من الأفراد ولذلك لم تتأثر سيطرة ميلا برحيل خولة عام 93 أو إصابات فانباستن المتكررة في ذات الموسم أسلوب ساكي الذي يجعل خط الدفاع عرضة للهجمات المباشرة في حال تجاوز الضغط العالي هو ما جعل مدافعين مثل كوستاكورتا ومالديني من ضمن الأفضل في تاريخ إيطاليا ففي موسم 87-88 تلقى ميلا 14 هدفا فقط كما أن معدل الأهداف التي استقبلها طوال فترة ساكي كانت 21 هدفا فقط لكل موسم ذلك الفريق بقي خالدا في الأذهان حسب وصف الكثيرين لأنه كان فريقا ثوريا يتبع أسلوبا لا يعلم أغلب خصومه كيفية إيقافه فالرهبة التي كانت تتملك الخصوم عند مواجهته تجعله يفوز بالمباراة في بدايتها في وضع أشبه بما صنعه بيب جوارديولا مع برشلونة عام 2008 و2011 ساكي حفر اسمه كأحد المجددين في عالم كرة القدم مثل يوان كرويف وبيب جوارديولا إنه المايستر الذي يرسم الإيقاع يحب أن يسعى ليحصل على الجودة لا على السطحية والسهولة لا أذهب إلى الفرن من أجل الفران بل من أجل الخبز هذا كان رأي أريغوساكي عندما سئل عن مفهوم المدرب من وجهة نظره هو أحد أعظم المدربين في كرة القدم العالمية الذين غيروا في التكتيك وطرق اللعب رغم أنه كان بائع أحذية ولم يمارس كرة القدم يوما بشكل احترافي وحينما سئل عن عدم لعب كرة القدم بشكل احترافي صرح قائلا لقد توقفت عن ممارسة كرة القدم بعمر التاسعة عشرة إذ فهمت بسرعة أنني لن أصبح بطلا لم يستطع أن يصبح لاعبا مهما لكنه أصبح أحد أعظم المدربين في تاريخ إيطاليا فهو الذي تمرد على الأفكار الإيطالية وصرح قائلا يوما ما كرة القدم الإيطالية هي كرة الخوف نهاجم بلاعبين وندافع بعشرة إنها ليست الكرة التي يأتي الجماهير لأجلها شاركون بآرائكم وتعليقاتكم هل يمثل بيب غورديولا الريغو ساكي هذا العصر؟